مرحبا أصدقاء الأعزاء كيف حالكم؟ حكايتنا اليوم عنوانها بياض الثلج والأقزام السبعة عاشت في قديم الزمان ملكة مرت بواقعة عجيبة هي كالتالي جلست ذات صباح مثلج قرب النافذة تطرز منديلا أبيض من حرير فشكت إصبعها بالإبرة ثلاث قطرات من الدم سقطت من إصبعها على الثوب الذي كانت تطرزه فأعجبها جمال لون الدم الأحمر مع الثلج الأبيض فقالت ليتني أرزق مولودا أبيض كالثلج وأحمر كالدم وأسود كالليل وبعد مرور فترة من الزمن أرزقت الملكة بطفلة أسمتها بياض الثلج لكن للأسف فارقت الأم الحياة بعد لحظات من وضع رضيعها ومرت أعوام فتزوج الملك من ملكة بلاد نائية ولم يكن الملك يعلم أنها ساحرة شريرة وكانت الملكة شديدة الإعجاب بجمالها لها مرآة سحرية معلقة على الجدار تسألها كل مساء أيتها المرآة؟ من هي أجمل سيدة في البلاد؟ فترد المرآة أنت أجمل نساء البلاد لكن ذات مساء سألت مرآتها فردت أنت أجمل نساء البلاد لكن الأميرة بياض الثلج أجمل منك غضبت الملكة غضبا شديدا فأمرت صيادا أن يأخذ بياض الثلج إلى الغابة ويقتلها ويعود إليها بقلبها لكن الصياد فضل أن يتركها في الغابة ويعود إلى الملكة الشريرة بقلب صغير الضبية ركضت بياض الثلج خائفة متوغلة في الغابة هل الذئاب ستفترسها؟ أم أنها ستجد مخبعا تحتمي به من حيوانات الغابة الجائعة؟ وأخيرا نمحت بيتا صغيرا في فرجة من الغابة دخلت بياض الثلج البيت الصغيرة فأدهجها ما رأت غريب كما لو أن هذا البيت يسكنه أطفال صغار أكلت الأميرة قليلا من الخبز وشربت حليبا وبما أنها كانت جد متعبة ذهبت إلى غرفة النوم ونامت كان هذا البيت مسكنا لأقزام سبعة وها هم يخرجون من عمق المنجم وقد أنهوا عملهم مرددين هيا هيا لنعود إلى بيتنا بخطوات ثابتة لكن مفاجأة غريبة كانت تنتظرهم داخل البيت من أسقط أريكتي؟ صاح القزم الأول من شرب حليبي؟ صاح القزم الثاني شخص غريب دخل بيتنا لاحظ القزم السابع وماذا وجدوا في غرفة النوم؟ وجدوا فتاة فائقة الجمال غارقة في نوم عميق لكن الضجة التي أحدثها الأقزام السبعة أيقظت بياض الثلج طاب يومكم؟ قالت بياض الثلج وحكت لهم قصتها وطلبت منهم أن تبقى معهم بشرط أن تنظف بيتهم وتطهو طعامهم وهكذا صارت بياض الثلج تقاسمهم حياتهم يذهب الأقزام كل صباح إلى العمل وتودعهم بياض الثلج أمام الباب قبل أن تعود لتهتم بشؤون البيت يا لها من حياة سعيدة مليئة بالأفراح ففي المساء رقص ضحك وغناء أصبح الأقزام السبعة أسعد سكان الغابة أما الأميرة فنسيت كل ما مر بها من خوف وما قاسته من ألم من طرف زوجة أبيها الشريرة وذات يوم قالت المرآة السحرية للملكة الشريرة أنت أجمل نساء البلاد لكن الأميرة بياض الثلج التي تقيم في بيت الأقزام السبعة أجمل منك بكثير لم تصدق الملكة أذنيها وقررت أن تتخلص منها إلى الأبد حاولت خنقها برباط طويل وجربت مشط شعرها بمشط مسموم لكن ولحسن الحظ كان الأقزام السبعة يحضرون في كل مرة وفي الوقت المناسب لإنقاذ صديقتهم الغالية لكن ذات صباح تقدمت منها امرأة عجوز تحمل سلة فواكه وأحدت الأميرة تفاحة هذه هدية مني إليك أيتها الفتاة الجميلة لم تأخذ الأميرة حذرها وقدمت قدمة من التفاحة كانت التفاحة مسمومة فرت الساحرة وتركت الأميرة تسقط فاقدة الوعي حسب الأقزام أن الأميرة ماتت وبكوا طويلا حزنا شديدا عليها ثم وضعوها في تابوت زجاجي وهم يتهامسون يا لجمالها الأخاذ تحسبها نائمة لكن بياض الثلج لم تكن ميتة فالقدمة التي قدمتها من التفاحة المسمومة ظلت عالقة في حنجرتها وعندما جاء ابن أحد الملوكي سحره جمال الأميرة وهي داخل الصندوق الزجاجي فتوسل للأقزام أن يعطوه التابوت في بادئ الأمر رفض الأقزام طلبه وظل يتوسل إليهم حتى أشفقوا عليه وأعطوه التابوت وحين رفعها من داخله سقطت القطعة المسمومة من حنجرتها فاستيقظت الأميرة وعاشت بياض الثلج والجميع حياة سعيدة أتمنى أن تنال إعجابكم هذه القصة يا أصدقائي ونلتقي مع حكاية جديدة إن شاء الله شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر